في ساحة الوصل احتفل اكسبو 2020 دبي باليوم الفخري للاتحاد الافريقي بحضور معالي ريمبت ابراهيم الهاشمي وزير دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لمكتب اكسبو 2020 دبي ومعالي شخبوت بن هيان بن مبارك ان هيان وزير دولة وسعادة مونيك نانس اباغدو نائب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي وقال معالي شخبوت بن هيان ان الامارات تحرص على التعاون مع جميع الشركاء الدوليين من اجل مواجهة التحديات العالمية في حين عبرت المسؤولة الافريقية عن فخرها بانجازات شعب الامارات نحن جميعا مدعونا لاطلاق امكانيات بعضنا البعض لتشكيل غد افضل واكثر استدامة لنا وللاجهال المقبلة ووجود الاتحاد الافريقي في هذه الرحلة يجلب معه مجموعة من الفرص للحوار والشراكات التي من شأنها ان تعود بالنفع على كل الاطراف انا هنا لأقول من هذه المنصة الرائعة للعالم بان هناك فرص عظيمة تقدمها افريقيا للعالم قارة تضم مليار وثلاثمائة مليون نسمة نتطلع الى تحقيق ما نرغب به اذا تحققت وحدتها فعلا لقد اظهرنا واثبتنا جنبا الى جنب مع الدول الاعضاء بان افريقيا تصغر بفرص كبيرة واسواق محتملة خاصة ان 60% من سكانها من جيل الشباب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة